في إطار التعريف بمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز وطرق التعايش معه قامت نقابة المهن الطبية المساعدة غريان بإحياء اليوم العالمي للإيدز بإقامة ورشة عمل ومحاضرات توعوية وتعريفية بالمرض ورشة العمل أهدافها هي الترشيد والتوضيح بكيفية التعامل مع المتعايشين بالإضافة للتعريف بمرض نقابة الإيدز في الدكرة 33 لليوم العالمي للإيدز ونحاولوا كيف نعطوا فكرة للناس ولمجتمع كيف يمكن نحن نتعايش مع أخوتنا المتعايشين مع مرض نقابة الإيدز كون أنه المرض صحيح معدي ولكن ليس لدرجة أن نقصوهم أو نستبعدوهم أو نستبعدوهم ونقدروا نعيشهم من غيرهم وتعد هذه المبادرة هي ثانية على التوالي من قبل المهن الطبية المساعدة غريان حيث تهدف إلى توعية الناس بمخاطر هذا المرض وكذلك طرق التعامل مع المصابين به والتعايش معه في محاضرة توعوية تبين بالنسبة للمرض وكيفية الحفاظ على حياة الإنسان بخصوص هذا جهد يذكر فيشكر لنقابة المهن الطبية المساعدة وإن شاء الله تستمر كل سنة بإذن الله هذا ويطالب القائمون على الورشة بمزيد من الاهتمام بفئة مرضى الإيدز وعدم إبعادهم على ممارسة حياتهم الطبيعية ودمجهم بالمجتمع نظرا لمحدودية طرق العدوى لهذا المرض ترجمة نانسي قنقر